المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يوم قدن الأربعاء أعوضه الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات نبدأ النشرة بالعناوين مزارة الزراعة تنظم تدريبا على أنتاج المحاصيل لعالية الجودة مناقشات لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية في مديرية مندفران تنظيم سمينار في عد قيح لتغوية دوري وتنظيم المرأة ألمانيا أمام محكمة العدد الدولية بتهمة تسهيل حرب إبادة في غزة وزير الخارجي الإيراني يتوعد إسرائيل من دمشق كرملين يتهم التحالف العسكريين أمريكي الياباني بإعاقة المحادثات السلام أهلا بكم مشاهدين قامت إدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة في البترة من الحادي من الواحد إلى الخامس من أبريل بإجراء تدريب حول مراقبة جودة البذور وقالت الإعلاغات العامة بالوزارة في بان لها أن التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات المتخصصين في مكافحة المحاصيل في مجال الفحص وتلخيص المحاصيل بالإضافة إلى تعزيز معارف المنتجين والتعاون مع المحاصيل عالية الجودة وحضر التدريب الذي يقدم نظريا وتطبيعيا 32 مشاركا من مختلف أقالب البلاد وإدارة الإرشاد الزراعي والمعهد الوطني البحوث الزراعية وإدارة الخدمات القانونية والرقابية والمختبر الوطني للصحة الحيوانية والنباتية وقال المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية ووزارة الزراعة سيد تخلقاب مسكنان أن إنتاج البذور عالية الجودة هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وسيتم تنظيم دورات تدريبية ممثلا وأضاف سيد تخلقاب أن التدريب سيساعد أيضا في تحقيق هدف الغذاء الآمن للجميع الذي حددت في وزارة الزراعة دعيا الدارسين لتطبيق المعلومات المكتسبة ونقلها إلى الآخرين شهدت مديرية من دفر خلال السابع من أبريل إجراء تقييم أكاديمي بناء على نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثامن والثاني عشر في السنوات الخمس الماضية وقد تم خلال التقييم الذي حضره ثمانية عشرة مديرا للمرحلة المتوسطة واثنين من مديرين مدارس التانوية والمشرفين وأعضاء مكتب التعليم بالأقليم عرض تقرير كل مدرسة ومناغشة نغاط القوة والضعف في نتائج الاختبارات الغطنية وبعد المناقشة اقترح المشاركون أن تكون عملية التعليم والتعلم محورها الطالب وأن يقوم المعلمون بالتدريس في مجال دراستهم وأن يتم تعزيز التواصل الثلاثيه وكذلك تشجيع المعلمين على استخدام أساليب التدريس الجذابة وقال الأستاذ بلاي أرآيا رئيس مكتب التعليم بالمدرية أن الهدف من التقييم هو تحسين نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الثامن والثاني عشر بنسبة ثلاثة فاصل خمسة بالمئة وقال مدير المدارس التانوية بوزارة التعليم بالأقليم الجنوية أستاذ قبر ميكيل عقبا قبري أن مدرية مندفرة كانت الأولى على مستوى الأقليم في الامتحان الوطني للصفة الثامن ودعا إلى بزل المزيد من الجهود من قبل مديري المدارس وولياء الأمور والطلبة والمعلمين لمواصلة الإنجازات نظمة في مدرية عدغيح في الثاني من أبريل سمينار تركز حول تقوية تأطير المرأة وتعزيز مشاركاتها في البرامج التنموية وفي سمينار الذي أجرته مسؤولة للمرأة في الأقليم الجنوبي سيدة سناية أفورقي لسكان معض الضواحي وموظفات الحكومة أفادت بأن على المرأة تعزيز وتقوية كافة مشاركاتها لتقوية وعيها ومحاربة العادات المتخلفة وذكرت دور المرأة الارتية البارز في كافة البراحل موضحة للعمر الجاد لإنجاح البرامج الجارية لتوعية وتأطير الشابات وكذلك ترسيخا قياما وطنية والمجتمعية ودعمهن للتقدم أكاديميا وأشاد مدير المدرية سيدها ابتالي تسفازقي بدور المرأة في كافة المجالات الإدارية مشيرا إلى دعم الجميع لهن لمزيد من النمو والتطور في غضون ذلك شاركت تسعون امرأة في مديريات من دفرة وعدقية ودلق مهارة في دورات تدريبية حول الغذاء ويهدف البرنامج لإعداد غذاء مغذل للأطفال من المنتجات المحلية من الخضروات والحبوب تنظم وزارة الزراعة حملة تطعيم ضد داء السعار في 13 مديرية في أسمرأ منذ أوائل مارس الماضي وقال السيدة عندما اصقل فغادو المسؤول البيطري في فيلاج جوان الحملة الجارية بتجيز الغوة والأدوات الكافية تهدف إلى الحد من معدلات الإصابة بالمرض ولوفية الناجمة عند داء السعار من خلال توفير ما يكفي من الأدوية والمهنين وأشار إلى أنه تم تطعيم نحو 3000 كلب حتى الآن مضيفا أنه سيتم منح كل كلب رقم معروف وقال أن داء السعار مرض خطير يصيب أنسجة المخ وينتقل من الحيوان إلى الإنسان مشيلا إلى أنه سيتم اختبار الكلاب المشتبه بها لمدة تتراوح بين 10 إلى 45 يوما في منشأة للحجر الصحي في مدرية إعداقة حموس وسيتم أيضا التخلص من الكلاب المصاب بالمرض وحتى الآباء على تهيئة بيئة ملائمة لتربية الكلاب لأن الأطفال يربون الكلاب بطريقة غير آمنة مع أن أضرارها أكثر من نفعها وشكرت الأسر التي جاءت لتعطيم كلابها وزارت الزراعة على مبادرتها وحثت الأسر على التأكد من صحتها وصل مركز أغردات الصحي إلى مرحلة تقديم خدمات طبية شاملة بفضل توظيف الإمكانات المهنية والمادية الكافية وقال رئيس المركز الصحي الممرض نبي أسفار أنه سيتم تقديم خدمات الطبية الأساسية للمواطنين وأضاف أنه يتم أيضا تنفيذ برامج التطعيم ومراغبة الحمل في المناطق النائية موضحا أن زيادة في عدد المهنين والمعدات من الوقت إلى آخر تساهم بشكل كبير في إجودة الخدمات المعدمة وقال رئيس وحدة التوجيه والإعلام سيد عبد الحجاج والصيد ليهينوك أمانئيل أن زيادة الوعي العام بأهمية الاحتمالات التطوعية واستخدام الأدوية الموصوفة أعطى زخما لفعالية خدماتها وقال المستفيدون من تلك الخدمات الصحية أن الخدمات الطبية التي يتلقونها والمشورة المقدمة من المتخصصين في مجال الصحة ساعدتهم على استخدام المركز بشكل صحيح أفاد مراسل وكالة الأنباء الإلكترية بتنفيذ أعمال تنموية فاعلة في مدريته حقات وقلوج عبر مشاركة المواطنين الفعالة ضمن الحملات التنموية وبحسب التغارير فقد تم إصلاح 12 كيل متر من الطريق الترابي الذي يربط ضاحيته أشرا وعد أري في مدرية حقات ومع ععادة تأهيل الطريق سيستفيد سكان ضواحي الشبخ وعد أري وعد عمر ومنصورة من خدمات ذلك الطريق في الوقت النفسي يشارك سكان ست قراء في أنشطة مدرة للدخل مع تركيز على بناء الحواجز المائية والمدرجات الزراعية وأشهد الخبير الزراعي الشاب سمون تخستير مشرف على العمل بمشاركة المواطنين في البرنامج ويقطم ضاحية أشرا والتي تعتبر أحدى ضواحي مدرية حقات الأربعة عشر يقطمها أكثر من أربعة آلاف شخص في ست قراء وبالمثل يقوم سكان مدرية قلوج بتعزيز تأطيرهم لتحقيق أنشطة الحفاظ على المياه والتربة على الأراضي الزراعية وقال السكان أنهم يقومون باستعدادات كافية قبل حلول موسم الخريف حيث لعبت أنشطة الحفاظ على المياه والتربة التي تم تنفيذها في الماضي دورا هاما في استقرار البيئة وزيادة الدخل الزراعي وتم تنفيذ حملات واسعة النطاق للحفاظ على المياه والتربة في ستة عشرة إدارة ضاحية في مدرية قلوج منذ فبراير الماضي وفقا للإفادة التي أدلت بها إدارة المدرية مشاهدين عشرتنا تتواصل من الفضائية الإيرترية ولكن مع ذلك حاصل قصير فبقوا معنا طالبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية بإلزام ألمانيا بوقف الدعم العسكري لإسرائيل والعدول عن قرارها وقف تمويل الأونروا بحجة أن تصرف برلين يسهل ارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين ولا يلتزم بالقانون الدولي وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا أن ألمانيا مسؤولة على العبادة الجماعية في غزة بدعمها إسرائيل منتهكة لاتفاقية منع جريمة الإبادة وضاف الفريق أن الدعم العسكري الألماني لإسرائيل زاد عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022 وأن شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة مستنكرا محاولة ألمانيا إقناعنا بأن أسلحتها لا تستخدم في الإبادة الجماعية في غزة وتستمد الدعوة أساسها من دعوة جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أسبوع من استهداف قنصلية بلاده في سوريا وأصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى دمشق وأجرى محادثات مع وزير الخارجية السوري فيصل مغداد وتوعد وزير الخارجية الإيرانية أمير عبداللهيان في دمشق إسرائيل بالعقاب قائلا أن الولايات المتحدة المسؤولة هي أيضا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وعليها تحمل المسؤولية وفي رد على تصريحات عبداللهيان قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أنه لم يكن لبلاده أي دور في القارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق وكان الهجوم الذي أدى إلى تدمير القنصلية الإيرانية في سوريا أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم ضابطان كبيران في فيلغ القدس الإيراني إذ قتل في القارة سبع من أعضاء الحرس الثوري الإيراني وأربع سوريين وعضو في ميليشيات حزب الله قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن التحالف العسكري الأمريكي الياباني ونشر القوات الأمريكية حالة دون توقيع محدث سلام بين موسكو وطوكيو وتعليقنا على خطط الولايات المتحدة واليابان لتعميق تعاونهم العسكرية كجزء من تحالف أوكووس العسكري قالها بيسكوف حسب ما أردته وكالة أنباء تاس الروسية في الواقع هناك اتحاد دفاعي بالفعل وأضافنا الوجود العسكري الأمريكي يعرقل دائما محاولات مشكلة معاهدة السلام وتجري موسكو وطوكيو مفاوضات بشأن معاهدة السلام بناء على نتائج الحرب العالمية الثانية منذ منتصف القرن العشرين وتظل العقبة الرئيسية أمام مثل هذا الاتفاق هي الخلاف حول الحقوق في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل في حدث فلكين مميز حل كسوف كلي للشمس وظهر في سماء قارة أمريكا الشمالية ليبدأ مسار الكسوف من المحيط الهادي ويمر بالمكسيك وأمريكا وكندا وينتهي أخيرا في المحيط الأطلسي بالقرب من المملكة المتحدة ويحدث الكسوف الكلي حينما يمر القمر بين الأرض والشمس فيحجب القمر ضواء الشمس ليظهر حينها ظل القمر على الأرض ونظرا لقياب ضوء الشمس المفاجئ تخضع المنطقة التي تحت ظل القمر لعتمة حالكة لبرهة من الزمن وقد احتفت عدة منظمات في الحدث الفلكي المميز وفي مقدماتها وكارة الطيران والفضائل الأمريكية ناسا التي احتشد جماهرها في عدة مناطق على خط امتداد خط الكسوف كما أنها المرة الأولى منذ عام 2017 يشاهد فيها الحدث الفلكي نحو 32 مليون شخص من سكان المنطقة وستكون المرة الأخيرة لهم حتى حلول الكسوف الكلي المقبل في منتصف عام 2044 مشاهدين قبل الختام إليكم تذكير بأهم مواجهة في هذه النشرة من أنباء وزارة التراعة تنظم تدريبا على إنتاج المحاصيل لعالية الجودة مناغشات لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية في مدرية مندقرة تنظيم سامنار في عد قياح لتقوية دور وتنظيم المرة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تسهيل حرب إبادة في قزة مزيد الخارجي الإيراني يتواعد إسرائيل من دمشق مزيد من يتهم التحالف العسكري الأبريكي الياباني بإعاقة محادثات السلام مشاهدين أنتهت النشرة شكرا على حزن المتابعة تحية لكم إنما كنتم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر